اشتركوا في القناة تنضب لعضوية هذا المجمع العربي نظرة على حياة الدكتورة مشوح والمؤهلات التي جعلتها كفئا لهذا المنصب العلمي الهام هي دمشقية بامتياز حفيدة الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر الدمشقي درست في سوريا ومنها أوفدت إلى باريس للحصول على شهادة الدكتورة في اللغة الفرنسية في اللسانية العامة لتعود إلى دمشق وتصبح رئيسة لقسم اللغة الفرنسية في الجامعة الدكتورة لبانم شوح وليس هذا فحسب بل هي مكلفة لرئاسة قسم الترجمة الفورية بالمعهد العالي وعملت في الصحافة والإعلام إلا أن اختصاصها باللغة الفرنسية لم ينسها يوما ارتباطها بوطنها وعشقها للغتها الأم بل أصبحت اللغات الأجنبية نافذة تصل من خلالها الصورة الصحيحة للحضارة العربية اللغة الفصحة بالنسبة لي هي جذور هي حب الوطن هي التمسك بالقيم بالعادات بالأخلاق العربية الأصيلة بهذا التاريخ العريق وهي المستقبل هي كل المستقبل للشعب العربي ولا مستقبل للشعب العربي بدون لغته وبدون أواصر هذه اللغة من هنا تم انتخاب الدكتورة لبانا مشوح عضوة في مجمع اللغة العربية في دمشق الذي لم يكن فيه سابقا اختصاصيون في العلوم اللسانية واندمام الدكتورة مشوح أغنى المجمع بهذا الاختصاص الواقع أن مجمع اللغة العربية كان في الأصل مجمع يعني ليس للغة العربية وإنما المجمع العلمي العربي هكذا كان اسم المجمع عندما أسسه رحمه الله محمد كرد علي إذن المجمع العلمي العربي هكذا كان عنوانه وبالتالي فإن الأعضاء في هذا المجمع ليسوا بالضرورة مختصين باللغة العربية وإنما المجمع يجمع مجموعة من العلماء نخبة من العلماء والباحثين والمهتمين الذين لهم أثر في مجالاتهم العلمية في اختصاصاتهم مثلا أنا من أحد مهماتي الأساسية هي إغناء الدراسات اللغوية العربية بما أفادتني به النظريات الحديثة في اللسانيات والدكتورة مشوح ليست أول امرأة تنتخب كعضو في مجمع اللغة العربية في دمشق بل سبقتها إلى هذا المنصب الدكتورة ليلى الصباغ إلا أن مجمع اللغة العربية في دمشق هو الوحيد الذي يضم نساء بين أعضائه وإن كانت هذه المسألة لا تشكل سابقة في بلد وصلت فيه المرأة إلى أعلى المناصب الثقافية والفكرية وحتى السياسية لصباح الخير يا عرب ميمة ظلوم MBC دمشق